قبل ما ادخل في اي تفاصيل يمكن طبعا في 48 ساعة اللي فاتت كل جماهير الكرة المصرية اعرف طبعا كابتن محمود الخطيب تعرض لوعكة صحية واصيب بدور برد لكن عايز اطمن حضرتكم ان باذن الله قريب جدا هيكون موجود في النادي يمارس عمله ومهم شغله باذن الله مع النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله يكون جاهز كمان للسفر الى الولايات المتحدة الامريكية لخضور القرعة التاريخية مرسم قرعة منديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية ولا هتكون باذن الله في مدينة تمايامي في ولاية فلوريدا يوم 5 ديسمبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة بطمن حضرتكم ان شاء الله الكابتن الخطيب يعني قريب جدا هيكون في النادي تطمنه عليه تعرفين بس تغيير الاجواء الفترة الحالية دخلين في موجة برد جديدة شوية فيمكن تعرض لدور برد لكن ان شاء الله باذن الله نتطمن عليه قريب جدا ونشوفه دايما في الاجتماعات ومع الفريق وكل الجلسات اللي بتبقى موجودة في التدريب او حتى في البعثات الرسمية خلال الايام القليلة المقبلة الف مليون سلام عليك كابتن وان شاء الله باذن الله نسعد بوجودك دايما في النادي الاهلي وفي كل الافنتات اللي بالتأكيد بتشرف فيها الرياضة المصرية والقرى المصرية والنادي الاهلي بشكل خاص اشتركوا في القناة